السلام عليكم و حمود الله و بركاته و محببا بكم في سلسلات مطبخ امني ايضا نستخدم وصفة الكاكب بالقمح الكامل يحصل رائع جدا و صحي و مكوينة فيه سوف ترون في الوصفة انه يحتويق قمح الكامل و نقص من زيت و زبدة لن يشعر و نعودها في الجبن سوف ترون مقادر و طريقة تحضير نحتاج ثلاثة بيضات نفرق البيض على صفر البيض يكون بحرارة المطبخ سوف نحتاج 15 سمتل حليب 150 جرام سوف نحتاج الملح سوف نحتاج 180 جرام طحين يعني الطريق القمح الكامل سوف نحتاج 6 مربعات الجبن ممكن نعودها 100 جرام المسكاربون أو الفيلة سوف نحتاج 85 أو 80 جرام السكر سانيدا سوف نخلطه بالكاسوناد والسكر الأبيض سوف نحتاج جمعة البخالين فهنا البخاليني رابط سوف تحضروا سوف تجدها في الفيديو الفوق هنا لدي البخاليني نوازيت مع اللوز سوف نحتاج أيضا شوكولات ستنجرام ساشي سكر فانيلا ساشي الخميرة سوف نرى مقادة أو تجد طبقة المقربشة التي سوف تكون في البخال سوف نحتاج 20 غرام زبدة هي قيطة زبدة سوف نحتاج 25 غرام سوف نحتاج بودرة اللوز سوف نحتاج بودرة اللوز نحضر طريقة التحضير نضيف السكر 80 جرام نخلطها بين السكر العاجي والسكر الأصمار والكاسونات 50 جرام مع 30 جرام ممكن ان تستعملهم في حالة كيف تخلطوا او لا تستعملوا واحد فيهم ونضرب هذه المكوينات جيدا حتى يجب علينا الخليط الأصفر البيض نضيف الملح ونضيف الملح ونضيف الملح ونضيفه بالخلاط الكهربائي حتى يطلع لنا البيض ونضيف طريقة 그렇게 تدرد لابند و Hilux تشجل التلاج لكن منحوان وإنما بإمكانmers نضيف الملح بسرعة قليلة من Piob أكثر من Hidores نضربه حتى نحصل على نوع القوام بحل التج نحن نضربه حتى نضربه حتى نضربه لدينا المسكة نضيف مربعات الجبن و نضيف سكار فانيلا و نخلطه من جديد نضيف بخالينة و نضيف الحليب و نضيف الخليط بعد حينما نضيف الخليطة الى خليطه مع المكوينة و نضيفه و نضيف الخليط بخلطه بخليطات يدويه نستعمل خليطة يدويه و نضيف الخليط مع الخليط و هذا هو الخليط بخليط cdc نضيفه قليلا من خليط بيض البيض و نحركه كما تشاهدون على هذا الشكل فقط باش ياخد تكستور بيض البيض و من بعد نرجع الخليط كامل على خليط بيض البيض و نخلطه قليلا خليط بيض البيض و نخلطه قليلا و نخلطه قليلا و نقوم بيض البيض و نقوم بيض البيض و نحفظ على القوام سوف نقوم بعمل البيض كاملة قليلا و نخلطه قليلا حتى يوم يخرج بيض البيض لكي نحب موسيقى 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 يضيف موسيقى نضيف 20 جرام الزبدة نضيف السكر نضيف مكونات الأخرى رقائق شفن نضيف مكونات نضيف مكونات نضيف مكونات نضيف مل و الكارتون نضيف مل و الكارتون أخذت هذا المول الكارطوني الذي سوف نقدم فيه الكيك الجري في حلقة بعد أن نقوم بالخليط في المول أخذ المكونات التي خلطنا في الطبقة المقرمجة ونزعها من فوق الكاك نحاول أن نزعها من فوق الكاك ونقوم بالفران على 180 درجة ثم ندخل الكاك في الفرن كما قلت فأنا نسخنه على 180 درجة ندخل الكاك في الطيب كامل تقريبا يأخذنا 40-45 دقيقة فهنا سوف ندخله ونحسب له نصف الوقت تقريبا 21 دقيقة وننزله الحرارة 150 ثم نكتفه تقريبا 41 دقيقة نحاول أن نقلبه بعود الكاك الجنة حتى ندخله بالطب نقلب الكاك الجنة ونقلبه كامل من اللعبة بعد ونقلب الكاك الجنة ثم نقلب الكاك الجنة نرى لكي تحمر من الفرن ونخرج الكاك الجنة ونتまず نرى الشكل نهائي سوف نرى الشكل نهائي كما اشترى فهو صحي بقامح الكامل اللي بشخدمناه وبالمكونات كلها اللي درنا فيه فوصفة تجي رائعة ومديدة وهذا شكل جاله بعد ما كنقطعه فكي يجي الى هذا الشكل وطبعا لك الطبقة المقرمة تجدوا واحدة لبدة و واحدة قرمشة اللي كاك دينا فاتمنى ان الوصفة تعجبكم ونجربوها وإلا عجبكم فيديو وبرتا جيو عندكم واشتركوا بالقناة بس وصلوا دائما بجديد وصفاتي وبسحورها اشتركوا في القناة